والشخص اللي صلى معاك شو بتحب تشجعه يا أسيس؟ حب شجعه إنه يقرأ الكتاب المقدس كل يوم وبشجعه إنه يروح على كنيسة تتكلم عن الحق الإلهي أي الكتاب المقدس حتى ينمى يوماً بعد الآخر والأمر الثالث أن يشهد للمسيح عن خلاصه لكل إنسان يقابله بضيف كمان حاجتين اعمل من اليوم قطع لكل الماضي الأثيم والأليم وتأكد إنه الرب أعطاك رجاء مش في أي شيء في هذا الوجود ولكن رجاء حي في شخص يسوع الحي اللي وعد إني حي أنتم ستحيون والشيء الخامس الصلاة نعم صلي يومياً حتى الرب يغمرك ويملأك من حضوره ويبارك حياتك كمان بدي أقول شيء فضل إنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة خلاص عتيق مضى مثل ما قلت قطع الأوصال كله هي إلغاء الجسور مع الماضي إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديداً أنت خليقة جديدة فعش خليقة جديدة في كل يوم يعني حياة الاستقصال أمين والانفصال والاتصال والاتصال مع الرب أمين هاللويا مجلل للرب أسيس جورج شكراً جزيلاً أنا سررت كتير وربنا يباركك وبصلي أنه رسالتك وصلت لكل مشاهد ولكل مستمع وتأكد فعلاً أنه الله فعلاً يحبك وأنك إت شخص عزيز على قلبه والله بحبك وسمعت الرسالة ما تضوع الفرصة أمين ما تضوعها ولا تجازف بحياتك ولا تقامر بأبديتك اسمع ما قال الرب يسوع ماذا ينتفع الإنسان لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه نفسك غالية نفسك ثمينة في نظر الرب نفسك غالية لدرجة كلفت أنه يسوع المسيح ينزل من المجد السماوي إلك ويموت على الصليب حتى أنت وأنا نخلص ويكون إلنا حياة في شخص يسوع المسيح بصلي أنه ربنا يباركك ويقود خطواتك ونسمع منك إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى